يشوب الغمض مصير المفاوضات بين دول حوض النيل الثلاث بشأن سد النهضة فبين انفراج تارة وعرقلة تارة أخرى تتأرجح أجواء المحادثات التي بدأت منذ أكثر من أسبوع برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين دوليين بهدف تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية القانونية والفنية بين السودان ومصر وإثيوبيا إثيوبيا اقترح تأجيل البد في النقاط الخلافية في عملية التفاوض وإحالتها على لجنة فنية تشكل بموجب الاتفاقية وهو ما رفضته مصر شكلا وموضوعا قائلة إنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمثل عصب الاتفاق على اللجنة الفنية لتقاررها لاحقا بعد توقيع الاتفاق كما أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن سابقا أن بلاده سوف تبدأ ملأ خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة ليصطدم هذا الإعلان بالرفض المصري أيضا لأن السد لا يمكن تعبئته إلا بالتوافق بين الدول الثلاث وبعكس تنوقد المواقف بين مصر وإثيوبيا يتحدث السودان عن تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة المتعلقة بأمان السد والملء الأول له والتشغيل الطويل الأمد وتبادل البيانات والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون فيما يسجل تباعد في وجهات النظر حول القضايا القانونية المتعلقة ببنود إلزامية الاتفاقية وألية فض النزاعات وكيفية اللجوء إلى الوساطة وزمانها وعلاقة الاتفاقية التي ستوقع مع اتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل